اشتركوا في القناة لفائدة السنة ثانية باكالوريا شعبتي الأداب والعلوم الإنسانية مكون الدرس اللغوي يتعلق الأمر بمهارة كتابة إنشاء أدبي حول قضية أو قولة نقدية سوف نهدف من خلال هذا الدرس إلى تمكين المتعلم من مجموعة من الآليات والخطوات المنهجية من أجل كتابة إنشاء منسجم حول قضية أو قولة نقدية إذن كما سبق وأن رأينا في دروس سابقة فرأينا مهارة كتابة إنشاء أدبي حول نص شعري وحول نص نثري وحول نص إبداعي وأيضا رأينا مهارة كتابة إنشاء أدبي حول قضية أدبية إذن طبعا فالتصميم المنهجي المتعلق بكل مهارة يختلف من تصميم أو من طبعا مهارة لأخرى من جنس لآخر فيما ذا في الإجراءات والخطوات المتبعة حسب مقاومات كل نص أو خطاب حري بنا أن نميز هنا بين الفرق بين كتابة إنشاء أدبي حول قضية أو قضية أدبية وحول قضية نقدية أكيد هناك تشابه كبير في الخطوات ولكن القضية الأدبية تتعلق أساسا بالخطابات الإبداعية سواء تعلق منها الأمر بالخطابات الشعرية أو النثرية كالقصة والمسرحية في حين تتعلق كتابة مهارة إنشاء أدبي حول القضية النقدية بالحديث عن منهج من المناهج المقررة ويتعلق الأمر بالمنهج الاجتماعي والمنهج البنيوي إذن طبعا لكي نكتب إنشاء أدبيا لا بد أن نستحضر أو أن نخضعه لماذا؟ لتصميم منهجي محكم وهذا التصميم المنهجي لا بد أن ينطلق أو أن تتوفر فيه مجموعة من المراحل المرحلة الأولى طبعا هي مرحلة المقدمة في أنشطة الاكتساب سوف نتناول القضية من منظورها النظري طبعا حتى نحترم الغلاف الزمني المخصص للحصة وسوف ننتقل في مرحلة ثانية من الدرس إلى تطبيق هذه المكتسابات على نص في أنشطة التطبيق مقتطف من الكتاب المدرسي في مقدمة الموضوع لا بد أن نجيب السؤال الذي يأتي دائما في الامتحان الوطني ضع النص في سياقه التاريخي والأدبي ماذا نقصد بالسياق التاريخي والأدبي؟ إذن كما سبق وأن شرحنا في دروس سابقة بأن النص لا بد أن يؤثر بمجموعة من العوامل التي أنشأت هذا النص سواء كان نصا أدبيا سوف نتحدث عن مجموعة من العوامل التي ساهمت في إنتاج هذا النص الأدبي أو في هذا الخطاب الشعري أو النثري وهذه العوامل أو نفسها هي التي ساهمت أيضا في إنتاج خطابات نقدية تواكب العملية الإبداعية إذن بعد ذلك ننتقل إلى روادي هذا الجنس واهتمامه وصاحب النص واهتمامه الفكري والأدبي والإشارة إلى مصدر النص أو المصدر الذي أخذ منه هذا النص ثم ننتقل في خطوة ثانية ضمن المقدمة إلى الملاحظة ملاحظة النص نقصد بها أي العتبات أو ملاحظة المشيرات ويتعلق الأمر بالعنوان بداية النص ونهايته أو بعض المفاهيم الموظفة داخل النص الشكل الهندسي أيضا يساعدنا في التعرف على طبيعة هذا النص كل هذه المراحل تساعدنا من أجل طرح الإشكالات الملائمة ولا بد هنا أن أتوقف لأقول بأن الإشكالات المتعلقة بقضية نقدية هي تختلف عن الإشكالات المتعلقة بطبعا نص إبداعي وسوف نرى ذلك في مرحلة لاحقة إذن المرحلة الثانية هي المرحلة العرض وهي مرحلة مهمة جدا وفي هذه المرحلة يحاول التلميذ أن يجيب على مجموع الإشكالات التي طرحها في المقدمة وطبعا عليه أن يلتزم بالإجابة على هذه الإشكاليات إذن حينما يتعلق الأمر بنص أو بقضية نقدية أشير هنا بين القوسين إلى أن قضية نقدية الفرق بينها وبين النص النقدي هي أن القضية تكون أكثر كثافة وأكثر تلخيصا من النص النقدي النص النقدي ممكن أن يشمل مجموعة من القضايا النقدية وأيضا ممكن للقضايا النقدية أن تشمل قولة والقولة أكثر تلخيصا وإيجازا إذن في هذا النص ونفس الطريقة نتبعها من أجل تحليل النص النظري النقدي ونرصد بداية القضية النقدية ونحددها في صياغة دقيقة وواضحة إذن علينا أن نستخرج القضية النقدية المبتوطة داخل النص وأن نحددها بشكل واضح ودقيق ثم ننتقل إلى فقرة أخرى إلى تحديد العناصر الفرعية للقضية النقدية وهذه العناصر يغفلها كثير من المتعلمين لأنهم يكتفون فقط باستخراج القضية النقدية وهذا غير مطلوب إذن ممكن أن نضيف حينما نستخرج هذه العناصر يعني العلاقات التي تربط بين هذه القضية النقدية ممكن أن نشير أيضا إلى هل هذه القضية نظرية أو تطبيقية لأن القضية النقدية قد تكون مجرد قضية نظرية ما معنى نظرية؟ أي أنها تتحدث عن منهج من المناهج تعرفه أو تعطيه مجموعة من الخصائص أو حتى أنها تقدم بعض المؤخدات التي سيقت حول هذا المنهج وأما فيما يتعلق بالجانب التطبيقي فهو كيف نطبق هذه الإجراءات على طبعا نص أو ظاهرة أدبية كيف نطبق مراحل أو مميزات منهج من المناهج على ظاهرة أدبية سواء كان الأمر يتعلق بالخطاب الشعري أو بالخطاب النثري بعد ذلك مرحلة أخرى مهمة تتعلق بالنص الحجاجي وتعلمنا مراحلها طريقة طرح القضية النقدية إذن ضروري حينما يطرح الناقض هذه القضية عليه أن يعتمد على مجموعة من الآليات والخطوات المنهجية والأساليب الحجاجي أيضا إذن هنا لا بد أن نستدعي ماذا؟ أن نستدعي دروس الدرس اللغوي علوم اللغة من أساليب الحجاج والقياس والاستشهاد طبعا والمثال إلى آخره إذن كيف عرضت هذه القضية؟ هي متسلسلة؟ هل انطلق الناقض من العام إلى الخاص؟ اعتمد المنهج السنباطي أم اعتمد المنهج الاستقرائي؟ إذن ما هي أساليب الإستلال وأساليب البرهنة المعتمدة؟ ما هي الأساليب الحجاجية؟ كيف هي اللغة المضفة؟ ودائما اللغة المضفة في النصوص الحجاجية غالبا ما تجنح نحو اللغة التقريرية المباشرة البسيطة لأن الهدف منها هو إقناع المتلقي بهذه الفكرة ثم ننتقل إلى مظاهر الاتساق واللفظي سواء كان اللفظي والمعناوي وطبعا الاتساق هو الذي يضمن انسجام النص وترابطه إذن ننتقل بعد ذلك بعد أن نستخرج هذه المراحل في القضية النقدية نستخرج إلى أو ننتقل عفوا إلى استخراج المفاهيم النقدية وهذه المرحلة هي ضرورية جدا لأنها هي التي تميز طبيعة هذا النص كيف ذلك؟ إذن نستخرج المفاهيم النقدية المضفة في تناول القضية يعني المفاهيم التي لها علاقة مباشرة بمنهج من المناهج سواء في شقه التطبيقي أو في شقه النظري إذن أيضا لا بد أن نحيل على مرجعيتها المنهجية أي طبعا المنهج الذي يعتمده النقد هل هي نظرية أم تطبيقية؟ كما سبقت الإشارة إلى ذلك ثم مرحلة التركيب وهي آخر مرحلة في تحليل هذا النص إذن مرحلة التركيب للأسف الشديد غالبا لا تعطى لها الأهمية الكبرى في التحليل لماذا؟ لأنها تكون آخر مرحلة في التحليل ولكن أدعوكم إلى التعامل بجدية مع مرحلة التركيب لأن لها طبعا تخصص لها ما يكفي من النقاط أعتقد من أربعة نقاط تخصص لمرحلة التركيب فلذلك وجب أن نتعامل معها بشكل دقيق أيضا ومرحلة التركيب هي أيضا ليست مجرد تلخيصا لما يأتي في النص لا يمكن أن نفهم التركيب على أساس أنه مجرد تلخيص ولكن للتركيب منهجية أخرى إذن يجب أن ينتهي التركيب ماذا؟ بخلاصة دقيقة ومركزة لمجمل الأفكار والآراء التي جاءت أو نقشت في العرض طبعا بمراعاة خصوصية القضية المطروحة ثم ننتقل إلى المصار الحجاجي الذي اعتمده النقد في طرح هذه القضية نتحدث عن نوع الروابط والعلاقات التي تربط بين المواقف والآراء المعروضة كما يمكن إضافة عنصر تم إغفاله سهوا في مرحلة التركيب عفوا في المراحل السابقة نذكر باختصار شديد بالمراحل والإجراء التي قام بها النقد من أجل توضيح قضيته نتأكد أيضا هنا في التركيب من صحة الفرضية التي انطلقنا منها ثم نكشف عن مقصدية الكاتب مع إمكانية إبداء الرأي الشخصي إذن بعد هذه المقدمة في أنشطة الاكتساب سوف ننتقل إلى تطبيق هذه المهارة حول نص الإنطلاق بالكتاب المدرسي الممتاز في اللغة العربية إذن اخترت نصا قصيرا حتى يتسنى لنا قراءته واستخراج المنهجية إذن يقول عمر محمد الطالب ويأخذ على المنهج الاجتماعي أن الاتفاق غير حاصل اليوم على أن الأدب هو نقد للحياة مع ما تكسبه لفظة نقد من غموض وأن الأدب ليس مجرد أحداث تعكس مواقف اجتماعية قد يتعلق ذلك بالفن القصصي ولكنه لا ينطبق على جميع الفنون الأدبية إن اعتبار الأدب رسالة والأديب رسولا يدخل بنا إلى عالم النقد الأخلاقي وليس إلى حيز النقد الاجتماعي والنقد الأخلاقي مرفوض منذ عهد أفلاطون ومن هنا صاغ أرستو نظريته للمحاكاة بشكل يختلف عن المفهوم الأخلاقي الذي أورده أفلاطون هذا بالإضافة إلى الابتعاد عن جوهر الأدب وجوانبه النفسية والجمالية إذا ما اقتصرنا على هذا المفهوم إن مفهوم الإنعكاس في النقد الاجتماعي قد لاقى كثيرا من النقد وقرب الأدب من الفوتوغرافية أي من التصوير من الفوتوغرافية التسجيلية وأبعده عن المنظور الفني والجمالي النص مقتطف من مناهج الدراسات الأدبية الحديثة دار اليسر البيضاء طبع الأولى 88.900.000 صفحة 55.100 إذن بعد أن نقرأ هذا النص جيدا ونفهمه يجب أن نحدد بعد ذلك المراحل والإجراءات المطلوبة منا من أجل كتابة موضوع إنشائي إذن التأثير الذي سبق وأن أشرنا له يجب أن يتحدث عن العوامل التي ساهمت في إنشاء طبعا هذه القضية إذن كيف سوف نتعرف أولا على هذا الجنس سوف نحاول أن ننطلق من النص ومن المشيرات حتى نتعرف الموضوع الذي يناقشه هذا النص إذن كما تبين أنه يتحدث عن المنهج الجماعي إذن قبل تحليل القضية إذن تعرفنا أو علمنا بأنه يتحدث عن منهج وسمى هذا المنهج بالمنهج الجماعي إذن نحن في مرحلة التأثير مطلوب منا نستدعي الصياقات التاريخية والثقافية التي ساهمت في بروز الفن الإبداعي عموما وما وكبه من عمليات نقدية وبالضبط نعرف في الصياق الأدبي المنهج الجماعي إذن فنقول في هذه المحاولة أدت العوامل السياسية والإجماعية والثقافية التي شهدتها المجتمعات العربية مثلا كحملة نابوليون على مصر وما صحب هذه الحملة من انتشار واسع للصحافة وشيوع الطباعة والترجمة وكذا الحركات التحررية والبعتات الطلابية التي فتحت ماذا باب المتاقفة مع الغرب كل هذا أدى إلى ماذا؟ أدى إلى نشوء مجموعة من الأعمال الإبداعية والشعرية والنثرية تحدثنا عنها في خطابات سابقة هذه العملية الإبداعية واكبتها عملية نقدية تتبع الأطر الأدبي وتصفه وتحلله من خلال خطوات وتقنيات وإجراءات منظمة لأن النقد ما هو النقد؟ النقد هو عملية وصفية للعمل الأدبي يعني تتبعه وتصفه وتحلله انطلاقاً من مرجعيات مختلفة أو انطلاقاً من مرجعيات يؤثرها ماذا؟ هذا المنهج الذي يتبعه طبعاً الكاتب من ضمن هذه المناهج نجد المنهج الجماعي المنهج الجماعي نعلم بأنه منهج يتبع في تحليله للنصوص الأدبية ويقوم على ماذا؟ على الظروف الإجتماعية التي أنشأتها بحيث يعتبر الظاهرة الأدبية غير منفصلة عن الوسط الإجتماعي ويشتغل هذا المنهج وفق مجموعة من المصطلحات مثل مفهوم الإنعكاس، مفهوم الالتزام ورؤية العالم ويستمد مرجعيته من الفلسفات المادية وعلوم الإجتماعي والطاريخ ظهر في فرنسا على يد الناقضة مادام دوستايل ومن أعلامه أيضاً في العالم الغربي لوكاتش، جولدمان وغيرهم أما رواده في العالم العربي نجد حميد الحميداني، محمود أمين العالم ونجيب العوفي وحسين مروة إذن ننتقل إلى التحدث عن صاحب النص إذن إذا كان صاحب النص ينتمي إلى منهج من هذه المناهج فندرجه هنا على أساس أنه من رواد هذا المنهج ولكن الحال الذي هنا في هذا النص يختلف لأن صاحب النص هو ليس من رواد هذا المنهج وإنما هو تحدث عن مناهج كثيرة وهنا قام بإعطاء المؤخدات التي سيقت حول المنهج إذن هنا نكتفي بإعطائه أو بالإشارة إليه ككاتب النص إذن نقول مثلاً بخصوص صاحب النص محمد عمر الطالب فهو كاتب وناقض عراقي عرف باشتغاله على مجموعة من المناهج النقدية إذن ننطلق إلى مرحلة ملاحظة التي سبق وأن تحدثنا عنها من خلال إذن ملاحظة بداية النص ونهايته إذن بداية النص يؤخذ على المنهج الاجتماعي أن الاتفاق غير حاصل نهاية النص إذن طبعاً مفهوم الإنعكاس في النقد الاجتماعي لاقى كثيراً من النقد وقرب الأدب من الفوتوغرافية إذن هذه المجموعة من الألفاظ أيضاً من خلال ملاحظة النص وبدايته ومن خلال الألفاظ المبثوثة داخل النص كالمنهج الاجتماعي الإنعكاس والأدب واعتماداً على المصدر وعلى حجم النص نفترض فرضية تالية إذن نص عبارة عن ماذا؟ عن مقالة نقدية مقتطفة نذكر بالمصدر مناهج درسة الأدبية الحديثة للنقد العراقي عمر محمد طالب ماذا تعالج افتراضاً؟ نفترض أنها تعالج قضية المؤاخدات التي صيقت عن المنهج الاجتماعي ننتقل إلى طرح الإشكاليات الإشكالية الأولى فما هي القضية التي يعالجها النص؟ ما هي العناصر المكونة لها؟ إذن تقريباً نفس الإشكالية نطرحها في القضية الأدبية وفي القضية مقدية ما هو تصور المنهج الاجتماعي الهدب؟ هذا السؤال يختلف باختلاف طبيعة نصوص المحللة؟ ما هي الطريقة والأساليب الحجاجية التي اعتمدها الناقد في عرض قضيته؟ وأخيراً ما مدى صحة الموقف الذي يتبناه الناقد؟ إذن بعودة أخرى إلى النص ومحاولة تفصيل القضايا والأفكار التي جاءت فيه نستطيع أن نقول بأن القضية النقدية إذن أدعوكم إلى قراءة هذا النص والتركيز فيه حتى نستطيع أن نضبط فيما بعد هذه الأمور التي استخرجتها الآن إذن القضية النقدية هنا تتمثل في انتقاد المنهج الاجتماعي في طريقة اشتغاله على الظاهر الأدبي خصوصاً فيما يتعلق بمفهوم استعماله أو تصور مفهومي الالتزام والإنعكاس ثم تحدث عن عناصر القضية النقدية ممكن أن نقول بأن هذه العناصر تقوم على المفاهيم التي يقوم عليها المنهج الاجتماعي ما هي هذه المفاهيم؟ تحدث عن مفهوم الالتزام مفهوم الالتزام يعتبر بأن الأدب نقدل الحياة والأدب هو رسالة والأدب رسول ما معنى الالتزام؟ أي أن الكاتب يجب عليه أن يلتزم بقضايا عصره وبمشاكله ثم مفهوم الانعكاس الانعكاس معنى ذلك أن المنهج الاجتماعي يعتبر الأدب بأنه انعكاس للواقع أي تمثيل له ومحاكاة له إذن الأدب انعكاس للواقع والأديب بن بيئته إذن أيضا تقريب الأدب من الفوتوغرافية التسجيلية ثم بعد ذلك انتقل إلى فكرة أخرى وهي الانتقادات والمؤخدات الموجهة للمنهج الاجتماعي وعموما يمكن أن نجملها في مفهوم الالتزام يعني يقول النقد أو يرى النقد بأن الأدب ليس مجرد أحداث تعكس مواقف جماعية الفن الأدبية لا تستجب كلها لهذا التصور الفكري والنقدي فهذه الدراسة حسبه تصلح فقط للفن القصص دون غيره الأدب رسالة والأديب رسول يرفض طبعا هذا ويرفض إدراج الأدب ضمن خانة النقدي الأخلاقي مفهوم الانعكاس كون الأدب انعكاس للواقع يقربه من الفوتوغرافية التسجيلية فيبتعدوا عن المنظور الفني والجمال كيف تم طريقة عرض القضية إذن سلك النقد في عرض أفكاره تسميما محكم البناء إذن لابد أن نبتدأ بالتسميم وكيف هو تسميم إذن يقوم على التدرج والتسلسل إذن وظف ماذا؟ وظف المنهج الاستنباطي إذن نقول انتقل أو ابتدأ ثم انتقل ثم ختم إذن الذي انتقل فيه من قضية عامة وهي مؤخذات الناقض حول منهج الجماعي ثم انتقل إلى تفصيل هذه الانتقادات وذكر أهم تمصولتها ليختم بخلاصة مركزة مفادها أن مفهوم الانعكاس قرب النقدة من الوظيفية التصويرية بدل الوظيفية الفنية ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة المفاهيم النقدية الموضفة وهي مرحلة مهمة جدا في التحليل بحيث تكشف لنا الخلفية والمرجعية التي يؤثرها النص إذن مجموعة من المفاهيم يمكن استخراجها كالتالي منهج الجماعي النقد الأخلاقي الإنعكاس المحاكاة الفوتوغرافية التصويرية المنظور الفني والجمالي الأدب الفن القصصي ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن النقد والضفم مجموعة من المصطلحة والمفاهيم التي ينتمي بعضها إلى الحقل الاججماعي وبعضها إلى الحقل الأدبي وبعضها فيه إشارة ضمنية إلى المنهج البنيوي وبعضها الأخر فيه إشارة أخرى إلى منهج النفسي ما الذي يمكن أن نلاحظه من إدراج هذه المفاهيم؟ أن الحقل والمرجعية المشار إليها على تعددها واختلافها في النص تتفاعل في علاقات إما عكسية أو إما توافق يوم اردو ذلك إلى طبيعة القضايا والمفاهيم التي تناولها النقد حيث يعترض على اعتبار أن الأدب مرآة عاكسة للمجمع كما يرفض أن يكون الأدب رسالة والأديب رسولا إنه يرفض النقد الأخلاقية ويميز بينه وبين النقد الإجتماعي إذن لجأ الناقد في التعبير عن رأيه إلى إصدار حكم قيمة إذن ممكن أن نستخلص إحكام القيمة أيضا في القضايا إذن نرى بأنه استخلص أعطى حكم قيمة قال والنقد الأخلاقي مرفوض إذن هذا يسمى إعطاء حكم قيمة استدعى السيق تقفل هذا الرفض حينما قال منذ عهدي أفلاطون ولكنه مع ذلك يعترف بوجود المنهج الاجتماعي الذي يصلح في نظره لماذا لتحليل النص القصص ولكنه يرى بأنه لا ينطبق على كل الفنون الأدبية إذن من خلال هذه المصطلحات يبين أن فهم الإنعكاس يقرب الأدب من التصوير والتسجيل ويبعده عن طبعه الجمال الذي يقصد البحثة في الخصوصيات الفنية إذن من هنا يمكن القول أن هذه المفاهيم اعتمدها لماذا؟ لأنه ساعدت النقد على بسط موقفه من المنهج الاجتماعي وعلاقته بالظاهر الأدبية إذن هذه المفاهيم ساعدته على بسط رؤيته النقدية ننتقل إلى الحديث عن الأساليب هناك أساليب كثيرة ومتنوعة سوف نكتفي بالإشارة إلى بعض الأساليب الحجاجية من أجل إقناع المترقي بوجهة نظري حول منهج الاجتماعي طبعا هناك أسلوب الشرح والتفسير وهو أسلوب يكتر الحديث عنه في النصوص النظرية مثل ما سقعوا من أجل تعليله للأسباب إذن هنا نشير إلى بعض الأمثلة حينما قال مثلا من أجل تعليله للأسباب التي جعلت المنهج الاجتماعي يلاقي مجموعة من الانتقادات بالإضافة إلى الابتعاد عن جوها الأدب حينما قال ومن هنا هذا بالإضافة إلى إذن أنصحكم برجوع إلى النص أسلوب التعريف حيث استعانى به لكي يعرف ماذا الأدب من منظور المنهج الاجتماعي حينما قال الأدب هو نقتل للحياة ثم أسلوب الاستجهاد حينما استشهد بكل من الفيلسوف أفلاطون وأريستو لكي يبين أن الأدب الذي يهدفه بالدرجة الأساس إلى الاهتمام بالجانب الأخلاقي هو مرفوض إذن طبيعة اللغة إذن نتحدث هنا عن طبيعة اللغة اللغة المضفة في النصوص النظرية تكون غالبا لغة نقدية واصفة تنحو منحا علميا يتوخد دقة في الطرح والتحليل وهي تنزع نحو التقرارية وتكون هذه اللغة بعيدة عن الإحاءات إذن فهي لغة علمية واصفة لأن الهدف منها هو إقناع المتلقي وليس الهدف منها هو اللغة لذاتها وإنما اللغة لغيرها إذن مضاها الاتساق والانسجام هي التي تضمن للنص انسجامه وترابطه لابد هنا أن نستدعي درس الانسجام والاتساق إذن الوسائل بالإضافة إلى الوسائل السابقة يتعزل جانب التفسير بماذا؟ بحرص الناقض على تحقيق الترابط إذن هذا النص هو مترابط بين جماله وفقراته لماذا؟ لأنه استعمال مجموعة من وسائل الاتساق أهمها الإحالة الإحالة التي تكون تارتا بالدمائر هو أو بوسط أسماء الإشارة هذا وتارتا بوسط الأسماء الموصولة الذي وهناك أيضا الاتساق عن طريق الوصل بأنواعه متعددة هناك الربط التماثلي مثل وو والفأ هناك الربط العكسي على النا والربط السببي ومن هنا وهناك أيضا الاتساق المعجمي سواء القائم على تكرار التطابق كالنقد النقد الإجماعي أو الأدب الأدب ثم مفهوم أو تكرار الترادف مثل إنعكاس البحاكات إذن لكي يضمن الناقد قراءة منسجمة للنص هو يراهن على مدى؟ يراهن على مدى قدرة القارئ على الفهم والتأويل وما يرتبط بذلك من عمليات الحدف والبناء والتعميم وهذا الدرس الذي رأيناه في درس الإنسجام وتوظيف المعارف السابقة وهكذا يمكن القول ماذا؟ إن النص قابل للفهم والتأويل لماذا قابل؟ لأنه منسج فهو قابل للفهم والتأويل أخيرا مرحلة التركيب وهي فيها ننتقل إلى إعادة صياغة الخلاصات التي توصلنا إليها إذن ختاما يمكن القول بأن الناقد تناول بالشرح والتفسير والتفكيك قضية المؤاخدات التي حسبت على المنهج الاجتماعي بخصوص توظيفه لمفهومي الإنعكاس والالتزام في الناقد يرى ماذا؟ يرى بأن إذا نعيد التذكير بأطروحة الناقد يرى بأن الأدبة ليس المطلوب منه هو التصوير الحرفي للواقع دون مراعة الجانب الجمالي والفني لكنه مع ذلك لا ينفي أهمية هذا المنهج لأنه يعترف بضرورته في تحليل بعض الأجناس الأدبية وذكر من ذلك القصة مثلاً يمكن أن نشير أيضاً إلى المسرحية وأسعفته للتعبير عن آرائه مجموعة من الآليات والأساليب الحجاجية كما وظف لغة خبرية مباشرة تلاحظون أنني أستدعي والمراحل التي سبق وأنحللناها من الاختصار وقد دون أن نغفل هنا وسائل الربط وقد استعانى بجهاز وأيضاً أدوات الترقيم عفواً علامات الترقيم وقد استعانى بجهاز مفاهيمي يتوزع إلى عدة حقول ومرجعيات لماذا؟ لأن الهدف منها هو التعبير عن موقفه من المنهج الجماعي في علاقته بماذا؟ بالظاهرة الأدبية بالخصوص وبالنسبة للبناء المنهجي تبعاً ناقد الطريقة الإستنباطية في نهاية التحليل نشير إلى أن النص الأدبي إذن هذا رأي خاص ممكن هناك من يتفق وهناك من يختلف إذن هذا بالنسبة لأدرجة هذا الرأي أو الموقف الخاص ممكن للتلاميذ أن يدرجوا أيضاً رأيهم الخاص والسدعاء المقرؤ الذي طبعاً رأوه حسب تكوينهم إذن نشير إلى أن النص الأدبي كان ولا زال حقلاً خصباً لتطبيق العديد من المناهج إذن العديد من المناهج كانت تطبق علومها على هذا المنهج وهذه المناهج استفادت من العلوم الإنسانية في طريقة تحليلها إلا أنه مع ذلك تبقى هذه المناهج في رأي غير قادرة على تحديد هوية واضحة للنص الأدبي فتبني المناهج الصياقية التي تهتم بالسياق كالمنهج الجماعي والنفسي والتاريخي بشكل حرفي ماذا يفعل؟ يقتل فنية النص وهذا ما يراه النقد أيضاً من خلال بسط قضيته إلا أننا نشير إلى أن المناهج الليسانية كالبنية والتي سبق وأن رأيناها والتي تهتم أيضاً بالبنية الداخلية للنص ليست وحدها كافية للإحاطة بالظاهرة الأدبية لماذا؟ لأنها ترتكز في تحليلها على اللغة والظاهرة الأدبية هي شبكة متداخلة من العوامل لا يمكن أن نقتصرها عفواً على عامل دون غيره إذن هناك العوامل التاريخية والجماعية والنفسية وهي ليست نسيجاً لغوياً فقط إذن ومن هنا نرى أن الأدب فرئي وفرئينا هو فرئي العديدين أيضاً هو المزج بين الجانب التصويري وما بين الجانب الفني والجمالي إذن نرى على الجانب الفني والجمالي فالأدب في نظر أنه هو إعادة تشكيل لهذه الصياقة المختلفة بطريقة فنية لا يمسك خيوطها إلا المبدع المتفرد وهنا يتمثل دور المبدع في إعادة تشكيل العالم بطريقة مختلفة ومتفردة إذن أخيراً أختم هذا النص بملاحظات عفواً وتوجيهات عامة إذن يرعى في صياغة الإنشاء الأدبي التركيز على الجانب البنهجي أي مقدمة وعرض وخاتمة بمراعة طبعاً طريقة التصميم الهندسي أيضاً للتحليل أيضاً نركز على اتساق الإنشاء الأدبي والانسجامي من خلال استدعاء وسائل الربط المناسبة توظيف المكتسبات السابقة ثم تنظيم الإنشاء الأدبي طريقة الكتابة علامات الترقيم الروابط الاستدلال على كل عنصر في التحليل طبعاً ومحاولة تجميع كل تلك المعلومات دون الاعتماد على العناوين كما نحلل في درس النصوص ثم سلامت اللغة ووضوع الخط ولكي نصل إلى هذا المرمى لا بد من مراجعة المكتوب إذن بهذا نكون قد ختمنا درسنا لهذا اليوم أرجو أن تكونوا قد استفتتم من منهجية كتابة نص إنشاء أدبي حول قضية نقدية أستودعكم الله وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة